السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن تاريخ سوزوكي فيتارا. هنتكلم على مواصفات ومميزات وعيوب كل موديل من موديلات فيتارا اللي نزلت لجمهورية مصر العربية. اول جيل بيقابلنا اللي هو فيتارا الجيل الاول ودي كان فيه منها نوعين. فيه تلاتة باب الف ستومية سيسي. بتبدأ من تمانية وتمانين لحد الفين واثنين. وده الوقت اللي نزلت فيه في جمهورية مصر العربية. العربية دي كانت الف ستومية سيسي خمسة وتسعين حصان اربعة سلندر. وزنها حوالي الف ومئة كيلو جرام. فيه منها كاربراتير اه لحد عام اه سبعة وتسعين وانجيكشن. اه فيه منها مانيول اوتوماتيك. المانيول كان خمس سرعات والاوتوماتيك اربع سرعات. كان فيها فتيس غرز. اه التكييف تحكى ممتاز. وكان افضل اه من نظيراتها الخمسة باب اه اه كومبريسل التكييف في الالف ستومية كان اكبر من اه الالفين. واداءه كان اقوى. اه جنود اه خمسة عشر بوصة كانت نازلة معها. مقاسة الكاوتش الاصلي بتاعها كان مية خمسة وتسعين سبعين خمستاشر. وكان ممكن اه زيادته اه على نفس الجنط بدون تعديلات لحد متين خمسة وتلاتين. اه اه كان ناس كتير جدا بتركب لها جنود سبور سبتاشر. نازل منها سقف صاج اه التين توب. وسقف فايبر قابل للفك والتركيب اللي هو الهارد توب. وسقف جلد اه اللي هو كامفاس توب. لحد سنة خمسة وتسعين. الكاست اه بتاعها كان اه كليريون الاصلي. اه وعدد اربع سماعات للصوت اتنين في التابلو بتاع العربية واتنين في الفرش الجانبي الخلفي. اه اختلافات بسيطة جدا بين الموديلات في شكل التابلو والطارة والعدادات وعصاية نقل الحركة الفتيس. وفرش الابواب من الداخل والباكتات الخارجية. من اواخر سنة تسعة وتسعين لحد الفين واثنين. نزلت العربية دي وكان فيها باكتات اه اللي هي الاركتريم في الجناب. اه اللي اختلافات بين الجي اكس والجي ال اكس. اه ان الجي ال اكس كان فيها باور ستيرنج وازاز كهرباء ومراءات كهرباء وسنترلوك. استهلاك البنزين كان معقول جدا في الموديل ده. اه وطبعا الاستهلاك البنزين بيبقى دايما حسب سلوب القيادة. اه موديل اه الفين واثنين اه كان فيه منه اثنين باب ستاشر اه سباب الف ستمين سي سي بتشتغل بنزين اه اتنين واثنين وبتعمل حوالي مية وتسعين لمتين وعشرة كيلو متر في صفيحة. اه ولو من غير زحمة او ارس او شد او تشغيل تكييف. ممكن تعمل من متين وتلاتين لمتين واربعين كيلو متر في الصفيحة اه او في اه العشرين لتر يعني الصفيحة معناها العشرين لتر. على الطريق اه الهايوي او القيادة المعتدل. تانك اه العربية دي كان خمسة وتلاتين لتر. وهو طبعا تانك صغير نوعا ما لكن مناسب لحجمها واستهلاكها اليومي العادي. اما طبعا في رحلات الصحراء الطويلة هتحتاج لتانك اضافي اه حسب ظروف كل رح. عدد السرعة بتاعها كان اخره مية وستين. وجمعها عدد ار بي ام. العربية كان بتستوعب عدد اربع ركاب اه مع مساحة تخزين خلفية محدودة جدا. مع امكانية طي المقاعد الخلفية لو عايز توسع مساحة الشنطة. كانت العربية مريحة جدا في المقاعد الامامية ووسعة بعكس اه المقاعد الخلفية اللي هي كانت ديقة. وكانت طبعا بتبقى متعبة جدا في رحلات طويلة بالنسبة اللي عاديين ورا. عربية شبابية في المقام الاول. وبتمتاز اه انها عالية عن الارض ونعمة. اه طبعا النعمة بتاعتها دي اللي هي النعمة المعتادة من العربية الياباني. سبتة على الطريق برغم ان شكلها لا يوحي بالكلام ده. انما العربية اه كانت على شاسية قابل لعمل تعديلات كبيرة جدا. اه اداء العربية كان ممتاز في الصحراء والاوفر رود اه نظرا لتناسب الوزن مع قوة المحرك والشاسية القصيرة. مصاريف تشغيلها معتاد لها سواء ضريبة المرور والبنزين. اه سير الكاتينة رابر. اه عمره اللي افتراضي حوالي اربعين الف كيلو. اه العفشة بتاعتها كانت نشفة نوعا ما اه نظرا للشاسية القصير والصدمات مش بتتوزع على جسم كبير. اه لكن طبعا ده مش عيب. اه والشاسية كان قوي جدا وبيتحمل وممتاز. اه لو قارننا بغيرها من العربية الدفع الرباعي اللي كانت موجودة في وقتها. اه العربية السزوكي في طهرة ليها باع طويل جدا وتاريخ مشرف في صناعة السهرات الدفع الرباعي بالذات. اه اللي هي السع الليترية بتاعتها صغيرة. اه زي العربات الساموراي والجيمني. اه اعادة البيع في العربية دي ممتازة جدا ومطلوبة بكل حالاتها وبكل الوان. اه الفيطار الجيل الاول بقى الخمسة باب. الف ستمائة سي سي برضو. دي بتبدأ من اول التسعينات اه لحد سنة الفين وسبعة. تمام? الكلام ده طبعا في جمهورية مسر العربية. بتتميز العربية دي بكل اللي فات اللي تكلمنا عنه. و اه نفس المحرك بتاع التلاتة اه باب. اه مع اه عدم اختلاف كبير في الاداء بالاضافة لكونها بتصلح كسيارة عائلية لانها زادت شوية في الطول. مساحة التخزين الخلفية بتاعتها بقت اكبر. تانك البنزين بتاعها بقى اكبر بقى خمسة واربعين لتر. العفشة بتاعتها بقت انعم والسبات بقى اكتر في الرحلات الطويلة. طبعا اه معادة الملفات نظرا لان الشاسيه طويل ففي الملفات اه بتبقى في مشاكل اه على الملفات على سرعة عالية. عدد السرعة بتاعها مئة وستين كيلومتر زائد فيه عدد ارب ام. اه اه وفي موديل الفين وسبعة اه عدد السرعة كان متين اه زي العربية الفي سيكس. الغالبية العظمة اه اوتوماتيك. وفيه عدد قليل جدا نزل مانيوال. وزي اللي فاتت اه في منها موديلات اه بباكتات وموديلات تانية من غير. وعدد قليل جدا ونادر كان نظام امريكي ما فيهوش في تيس غيرز. وكان دفع خالفي بس. اه اه ويمكن تكون واحدة او اتنين في مصر كلها. عادة البيع في العربية دي كان ممتاز جدا ومطلوب جدا برضو. اللي هي الخمسة باب. اه الفيطارة الجيل الاول الخمسة باب الالفين سي سي. اللي هي بنسميها الفي سيكس. دي نزلت من سنة ستة وتسعين لسنة الفين واحد رسميا. وبعد كده كان فيه حاجة اه اسمها تخزين التجارب كانوا بيخزنوا العربيات. وبينزلوها لحد الفين واثنين. ودي طبعا كانت اعداد بسيطة جدا وتقريبا اه يعني لا تتعدى مثلا المية او المية وعشرين عربية في مصر كلها. ساعة المحرك ده كان الفين سي سي ستة سلندر اه كان مية ستة وتلاتين حصان اه عند ستة الاف خمسمائة لفة في ديها. اه العربية في منها برضو كان نزل مانيول واوتوماتيك. وزنها حوالي اه الف تلتمائة عشرة كيلو جرام. اه عشان كده كان سبتها اكتر في الرحلات الطويلة والصفر. العربية دي بتتميز اه بكل اللي حكناها عن العربات اللي فاتت بالاضافة الى اه اختلاف في حجم المطور والحوض. المطور بتاعها مختلف تماما. اه استهلاك المزبوط بتاعها. المزبوط ميتين كيلو متر في الصفيحة. ده مع القيادة المعتادلة. وفي افضل الحالات مع عدم وجود مشاكل من اي نوع. اه اما المتوسط عند معظم الناس اللي هو الفعلي بقى. اه بتعمل من مية وربعين ل مية وستين كيلو متر في الصفيحة. التنك بتاعها كان سبعين لتر. الشكل الخارج بتاع العربية دي هو نفس الشكل لكن الاختلافات في الفايبر اه والباكتات اه في الشبكة الامامية في الكبوت في الفريمات بتاعت الفاونيس الامامية. اه مقصات العربية دي كانت حديد ظهر اه وعفشتها حديد عادي. سير الكاتينة بتاعها كان اه جنزير وعمره الفطراتي اطول وانسعره اعلى. اه مصروف تشغيل العربية الالفين سي سي دي كان اكتر مش كتير يعني من ناحية الزيوت والبجهات والبنزين وضريبة المروح. اه عداد السرعة بتاعها كان متين كيلو متر وكان فيها عداد ار بي ام. اعادة البيع في الفئة الالفين سي سي دي كانت اه متوسطة. بالنسبة لفطارة الجيل التاني او ما يعرف بالشكل الاوروبي او الخليجي. دي اللي نزلت من سنة اه تسعة وتسعين لالفين وخمسة في جمهورية مصر العربية. العربية دي ندرة جدا في مصر وكل اللي عرفوا عنها اه ان في منها الف ستمية وفيه الفين سي سي. اه تلاتة باب وخمسة باب برضو. اه نزلة اوتوماتيك بس. اه وبعد قطع غيار الموديلات اه اللي فاتت بتصلح للموديل ده. اللي هو اه الجيل التاني. ما عادة طبعا الاجزاء الخارجية بيعبها اه ندرتها. وبالتالي اه ندرة قطع الغيار بتاعتها. بس طبعا الناس اللي عندهم العربية دي بيعملوا عملية توليف من انواع تانية ومن اه فيطارة اه موديلات تانية. اه عادة البيع للعربية دي اه عيمة وغير معروفة و اه وعدادها قليل جدا في مصر. فيطارة الجيل التالت اللي هي بنسميها جراند فيطارة. اه دي نزلت من سنة الفين وستة لالفين وتسعة. ده الرسمي طبعا. اه اما الباقي اللي هو نزل بعد كده ده يا اما تخزين. تجار كانوا مخزنين وطلعوا العربية بعد كده او عربيات خليجي. اه وبتختلف في بعض قطع الغيار. في منها تلاتة باب. الف ستمية سي 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 مانيول بس. وده الاغلبية. اه ومية وخمسة حصان اربعة سلندر. وعدد محدود جدا من العربية دي خمسة باب الفين سي سي اوتوماتيك. اه اربعة سلندر. حوالي اه مية تمانية وتلاتين حصان. الموديلين دفع رباعي مستمر. اللي هو الفور مود اه فول تايم فور باي فور سيستم. اه والالفين سي سي دي فيها فتيز غارز منفصل. عبارة عن بكرة في الطابلو كده للتنقل بين الانظمة اللي هي الاتش فور والاتش لوك فور والالل لوك فور. اه ابتداء من موديل الالفين وسبعة بتنزل العربية دي بباصمها سمارت كي. والجنود بتبقى مختلفة شوية. استهلاكها من ميتين لميتين وتلاتين كيلو متر في الصفيحة. التنك بتاعها بتاع الالف ستمية سي سي خمسة وخمسين لتر. وبتاع الالفين سي سي خمسة وستين لتر. عدد السرعة بتاعها ميتين كيلو متر. اه اه معاها عدد ارب ام. العربية دي مميزاتها انها اه متصنعة للخدمة الشقة والطرق الغير ممهدة. بتمتاز انها عالية عن الارض. مع جنود سبعتاشر بوصة وتكييف. ودورة تبريد ممتازة. اه في اقصى ظروف التشغيل. اه اه عزل وجودة في الصالون ممتازة جدا. اه التجهيزات والخامات المستخدمة اه جوه العربية ممتازة. وفيه وسع ومساحات تخزين كبيرة. فيها نظام اموبلايزر. اه للتقليل من معدل اه حدوث السرقات للمركبات. اه الفرامل اه بتاعتها بتتمنع. فرامل بتاعتها بتتمتع بمانع انزلاق اه اي بي اس. اه ولكن نظرا لكتلة العربية اه فهي ادائها فوق المتوسط. العفشة بتاعتها والتعليق بيعتمد على انظمة ماكفرسون مع واصلات متعددة وتعليق مستقل للكل العجلة. لتمنحها حرية الحركة في اي وضع للطرق الغير ممهدة والمنحضرات. اه وسبات في المنحانات. الشاسي بتاعها اه قصير وبيمنحها سهولة في المناورة. واجزاء العفشة سعرها اه زي باقي العربية الياباني. العربية بشكل عام مناسبة لاستخدام وعملية شكلا مضمونا. سحبها هايل بالنسبة للمطهور الالف ستمية. اه دي اتش او سي. بالنسبة للسبات اه الشاسي قصير وعربية عريضة فسباتها محترم جدا مقارنة بعربية كتير عالية. اعطالها تكاد تكون منعدمة للي بيحافظ على الصياناتها. العربية دي عيوبها بشكل عام انها مش نعمة زي باقي اه عربية الركوب العادي. وآلات نقل الحركة الفتيس والدبرياج والحاجات دي كلها مش سالسة ونشفة. المحرك بتاعها اه اه صوته هادي خالص استهلاك في البنزين متوسط. اه الكلام ده مع الستاشر صباب. اه لكن اه في السرعات العالية صوت المحرك بيعلى. ومعدل التصارع بتاعها متوسط. الوزن الاجمالي العربية دي حوالي طن وربعمائة كيلو. اه اعادة البيع بتاعها متوسط. في طرق الجيل الرابع. اه دي الجديدة كليا. اه اطرحت في مصر سنة الفين وستاشر. والحد دلوقتي اه موجودة بكمية وليلة جدا فئة واحدة بس. اه هي هي ياباني تقفيل مجري. اه ساعة المحرك بتاعها الف ستمائة سي ستاشر صباب. اربعة سلندر. مية وعشرين حصان. اه اوتوماتيك ست سرعات. اه خمسة باب. التنك بتاعها سبعة واربعين لتر. استهلاك البنزين بتاعها متوسط. يعني بتعمل من حوالي تلتمية لتلتمية وخمسين كيلو متر في الصفيحة. اه الشنطة بتاعتها اه تلتمية وخمسة وسبعين لتر مع امكانية طي المقاعد الخلفية. مميزات العربية دي. اه انها اه عربية دفع رباعي شبابية عائلية تصميمها عصري. اه شكلها انسيابي اقتصادية موفرة في البنزين. فيها وسائل امان اه كتير جدا. فيها ايرباكز اه ا اي بي دي اي بي اس اه وفي عدد من انظمة القيادة كتير اوي فيها رفاهية. اه فيها سأف بانوراما مشاغل استوانات سي دي. اه في وصلات اي واكس واليوس بي وبليوتوس. اه العربية فيها تحكم في ارتفاع المقاعد الامامية. اه فرش العربية من من الداخل فرش جلد اه تكييف بتاحها قوي اه فيها باركينج سنسور امامي وخالفي وفيه حاجات كتير جدا من وسائل الراحة والامان في النوع ده اه عيوب العربية دي اه العيب الوحيد فيها اللي انا شفته اه هو عدم انتشار اه ولو انهم طرحوا فئة تانية منها بكمية قليلة شوية اه مش دفع رباعي السيو في الكلام ده حصل الفين وتسعتاشر فاتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة شكوركم للحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله